هي احدى العمارات المهددة بالانهيار بحي مصطفى بن بولعيد بقسنطينا وضعية كارثية للعمارة اثرت سلبا على الساكنة عائلة الطبوش واحدة من بين مئة العائلات التي تعيش معاناة خوف انهيار منزلهم الدائم تشققات بالجملة وتسربات للمياه بل واصبحت منازلهم مأوى للحيوانات والحشرات السامة ارانا في سبعة عايشين في لانفار عايشين في جهنامة كل دقيقة نقولوا دكت طيح الدار في الصيف كيما كان يقول بابا لحنوشا يدخلونا للدار الفيران حاشاكم الدود النمال وفي الشتاء الحملة كشغل رانا بيتين في واد الحيطان كامل يسيلوا يعني يشوان طلب بركنا يعني يشوم الشاف ضايرة بركوا الولية بركاني يشوفوا بركنا رغم الوضع الكارثي التي تعيش فيه هاته العائلة الى ان التزام الهدوء موقفا اجمعت عليه الجهة الوصية لاسباب مجهولة ليبقى تدخلهم العاجل الحل الوحيد لتجنب الكارثة اشتركوا في القناة